أمر يتعارض مع الحريات الشخصية ما ينفحش أنا بأنادي من هذا المنبر تحدث ممكن يكون معالي المستشار الجليل بها أبو شوء سمعني الوقت لأنه كان معالا ياريت يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن تعود المدة للحبس الاحتياطي يكون لها حد أفسه ما ينفحش حتى لو كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد أن يظن الحبس الاحتياطي مطروحا بدون مدة هذا أمر مستحيل فأنا بقول إيه والحبس الاحتياطي أنا لما أحبس إنسان احتياطيان وبعد كده اجدله بالبراءة أنا خلقت مجرم أنا دمرته وبعد كده عايزين نوضح أن الحبس الاحتياطي يا جماعة ده ما بيدرش المتهم ده والله بيدر المجتمع بيدر المجتمع أولا أن أنت بتطلع لمجرم لو أحد أول مرة يدخل بيخلط المجرمين والمسجلين فبيطلع مجرم وبيضر أسرة المتهم يعني آل متهم ارتكب جريمة لابد من عقابه ولا خلاف على ذلك ولكن لما تيجي تحبسني احتياطيا وأنا عندي بيت وعندي أولاد وعندي أسرة وفي الآخر أنا خدت براءة يعني في الآخر حكا متل محكمة بتبرئتي قال لا تحبسني احتياطيا ليه هنا بقى الأمر إيه سيبنا من المتهم وسبنا من موضوع المتهم وتقييد الحرية على فكرة الإنسان الطبيعي مننا لو قاعد في بيته خمسة يام ما ينزلش بيجيره حالة اكتئاب ما بنى في المتهم البريء أنا أقصد هنا بقى المتهم لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ده مبدأ قانون يعني المتهم بريء حتى تثبت إدانته يعني ما تحبسنيش احتياطي قال إذا كان هناك دلائل قوية على اتهامي يعني معناها أننا لو مسلت أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح تكون إدانك بنسبة 95 أو 100% فبالتالي خشة منهروبة من عقوبة تحبسني احتياطيا وطبعنا المبدأ ده يبقى مش هيتحبس 5% فقط إنما تحبسني احتياطيا زي ما قلت بأسرتي وولادي بنلاقي إن هنا يتم تشريد البيوت بتطلع أطفال مع المتهم اللي عنده أبناء والأبناء دول ما فيهمش عائل عقلة حبس ما هو الابن ده يرتكب جريمة زي يرتكب جريمة ويبقى متهم يطيع لأ ابنه يا إما الأم تقوم بعمل غير قانوني عشان تقدر تصرف على أولاده وده بنشوفه في الحالة العملية والطبيعية يبقى أنا كده بعمل يده أنا بدمر أسرة أنا مش بقول لا أنا مع العقاب وأنا مع أن الارتكب جريمة لابد من عقابه لأنه هو الفلسفة العامة من القانون ومن المحاكمة إيه زي ما بنقول كل مرة هي الردع الردع الخاص وهو ردع المتهم والردع العام وهو ردع المجتمع بأكمله أنا مع هذا الكلام ولكن لابد أن يكون فعلا هذا المتهم ده نقل إدانة عليه أنا بقولتكم مية في المية ليه؟ لأن الشك يفصل لمصلحة المتهم أنا ليه؟ أنا عايزة أطيل في الحبس الإحتاطي ده وأنا برضو بستسمح فريق الإعداد إنه ما يجيب ليش مدخلات قبل ما أتكلم في الحبس الإحتاطي لأن الموضوع ده أزمة أنا بمارسها عمليا في شغلي